سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أصدقاء المفكرون الصغار ما هي قوانين في التعليم عن بعد؟ أجلس جلسة صحيحة والجلوس في مكان هادئ وأنتظر دوري في المشاركة وأطلب المساعدة حينما أحتاج إليها أذكار الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير نأخذ حضورنا لهذا اليوم ريان وليان وغنى وراكان سامي وشمى ووعد وتالى وجنان نوف وعبد الرحمن طاهر بتال ونوف فالح ونواف باسم وعزام داليا وثامر الفويز ورسيل وقويس وأحمد ومتعب ناصر وعبد الإله وديالة وريم ودانا وهمس دانا وهمس وراكان مسعود وإياد الأسمري وفايد عبد الرحمن البراك والجوري شيخة ونورة سارة ومحمد ولارة وياد النجعي وسلم ويزن ومعاد وجاسر ومهند فيصل وعبد الرحمن الاعتبي وعمر وتركي وزيد ثامر عادل وبيسان تالى يوسف أسيل وتوليد هؤلاء هم أصدقاء المفكرون الصغار وأهلا وسهلا بكم أصدقائي أيام الأسبوع سبعة أيام بالأمس هو يوم الأحد واليوم يا أبطال هو يوم الاثنين تاريخنا هو ستة عشر وشهرنا ثمانية واسمه شعبان من السنة الهجرية ألف واربعمائة واثنين واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة شباك يا أصدقائي ما هو حال الطقس مشمس وأين نسكون يا أبطال في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مع بعض الآن من هو ربنا الله سبحانه وتعالى وعدد اسماء الله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة القدوس الرحمن الرحيم المصور نبينا هو محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ عليه الصلاة والسلام ولد في مكة ومات في المدينة نبينا محمد أمه آمنة أبوه عبد الله مات لم يرى أبو طالب عمه كان دافع عنه السيدة حليمة مرضعة كريمة ما هو ديننا يا أبطال الإسلام وعدد أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إنتاء الزكاة سوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل كتابنا القرآن الكريم وقبلتنا أهلية الكعبا نسفل الملكة العربية السعودية وملكنا هو الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد من سلمان حفظهم الله ولو نعلمنا أخضر وكتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي الأسفل يوجد سيف يدل على القوة والشجاعة نتحدث اللغة العربية وعملتنا الأمير السعودي مع بعض النشيد الوطني سارعي المجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بخرا المسلمين عاش الملك للعلم والوطن ماذا علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير إذن نستفيد يا أصدقائي بأن قول السلام واجب علينا كمسلمين ورد السلام سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه تحية الإسلام سورتنا لهذا الأسبوع سورة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس واشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل متقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل متقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم ما هي وحدتنا يا أبطال؟ وحدة الرمل ماذا نشاهد في الصورة؟ نعم خيمة وفي الصحراء إذن اليوم سوف نتحلم عن حياة البدو في الصحراء يا أبطال يعيشون في الخيام أيضا يتناولون الأكل من لحم الإبل ممكن حليب الأغنام أحسنتهم وأيضا هناك بعض الينابين يشربون منها الماء ويتنقلون عن طريق بعض الكائنات مثل الجمال يتنقلون من مكان إلى مكان بحثا عن الماء والمكان الذي يستطيعون العيش فيه أيضا لا يوجد هناك مدارس تعليمية بل يوجد بعض الكتاتيب يقوم الأطفال بالتعليم قراءة القرآن لا توجد هناك أجهزة لذلك هذه هي حياة البادية يا أصدقائي ماذا يجب عن اتجاه الله الذي ينعمل بهذه النعم؟ شكر الله على هذه النعمة ننتقل إلى الحساب مشاهد الأرقام نخرج رقوة قلم نقوم بكتابتها تسكن فدوة في بيت جميل فتخرج كل صباح للعب الحديقة التي أمام منزلهم وفي كل صباح تقوم فدوة بإطعام جميع البطات فكم عدد البطات التي تطعمها فدوة في كل صباح؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ستعة عشرة اثنى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر ست عشر ست عشر سبعة عشر كم بطة؟ سبعة عشر بطة أي الفقعاء تحتوي على رقم سبعة؟ هنا وهنا أيضاً أبطعال مخهوم الطرح لهذا الأسبوع طبعاً الطرح عكس عملية الجم ويرمز له بإشارة الناقص مثل ما أخبرتكم يا أصدقائي بأن عملية الطرح ماذا نفعل؟ نأخذ الرقم الكبير نضعه على اليد بعد ذلك نقوم بأكل العدد الصغير ونعرف ما هو الناتج عكس عملية الجم نشاهد الآن هذه السيارات أو الحافلات عددها سبعة ناقص اثنان إذن سبعة أخرجناها عددنا الكبير سبعة العدد الأصغر يكون رقم اثنان نأكل شاحنتان لم يصبح المجموع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة بعد علامة يساوي نكتب رقم خمسة طيب يا أبطاء العدد الكبير هنا اثنان نأكل واحد كم بقية؟ واحد طيب لدي واحد اصبع واحد نأكل أصبع واحد كم سيبقى شيء؟ نعم لا يبقى شيء أحسنتم فترة الرياضة الآن حتتصبح أجسادنا قوية ونشيطة ننتقل القراءة نخرج ورقة وقلم نقوم بكتابة ومعجعتها يا أبطال سمننا أن لدينا أصدقاء ميرة ومحمد جميعهم أسماء بحرف المين مين مصباح نستخرج حرف المين هنا هنا وهنا 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 هنتم رائعين حرف المين بالحركات القصيرة نعرف الحركات القصيرة ما هي الفتحة والكسرة والضمة ما مي مو أحسنتم ماذا تشاهد أمامك اختر الفراشة التي تحتوي على حرف المين هنا يا أبطال هذه البطاقة التي تحتوي على حرف المين رح نسوي الآن مع بعض استراتيجية البطاقات الملونة يا أصدقائي ونشاهد ماذا يوجد خلف البطاقات المعلمة تختار الألوان ماذا أصبح يا أصدقائي حرف المين ميموز ومهندس أحسنتم رائعين أبطال بعد نطبقنا الاستراتيجية لنخرج رقق قلم نكتب حرف المين الآن يا أبطال نحضر العجين ونصنع حرف المين باستخدام العجين أي يا أصدقائي بعدها رح نفتح الكتب نكتب حرف المين طيب خلونا نفتح الآن هنا برنامج ونكتب مع بعض حرف المين مثل ما أخبرتكم بكم نازل تحت السطر يشبه في بداية حرف الح شوفتوا كيف تجالس على حرف المين حي عفوا ما مي مو ما مي مو أحسنتم الآن تجربتنا دمج الألوان يا أبطال مثل ما أخبرتكم نحضر وعاء ألوان ورقة لتدوين الملاحظات ونشاهد ماذا سيحدث سكفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخدرك وأتوب إليك مهامنا ترديد سورة الزلزلة من خمسة إلى ثمانية تعرفنا على حياة البدو في الصحراء ومفهوم الطرح أحسنتم وتجربة دمج الألوان رائعين يا أصدقائي إلى اللقاء